من بنغازي ينضم إلينا السيد أحمد المهدوي البحث السياسي ومن هناك أيضا السيد حسين المسلاتي الكاتب الصحفي أهلا بكم على شاشة الغد وأبدأ معك أستاذ أحمد اليوم كان مقرر أن يكون يوم هذه الانتخابات ولكن لا انتخابات لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة وما هي التدعيات مساء الخير سيدي تحية لأستاذ حسين ولكل مشاهديك نعم أعتقد بأن اليوم كان من المقرر أن نحتفل بعرس انتخابي هو الأول من نوع منذ استقلال ليبيا الذي نحتفل به اليوم اليوم هي ذكرى السبعين لاستقلال ليبيا للأسف مجلسين نواب والدولة حرما الشعب الليبي من هذا الاستحقاق والتجادبات السياسية بين هذين المجلسين أدت إلى ما نحن فيه الآن وأيضا لا يمكن أن نلقي بكل الثقل على مجلس النواب والدولة أيضا حكومة الوحدة الوطنية لها الكثير والكثير لتحمله من عرقلة إجراء هذه الانتخابات وعلى رأسها رئيسها عبد الحميد الدبيب الذي عرقل إجراء هذه الانتخابات وانتهك ووقف ضد رغبة الشعب الليبي وقانون الانتخابات ضاربا بعرض الحائط تعهداتها التي قدمها أمام لجنة 75 وقسمها أمام مجلس النواب كل هذه الأمور أدت إلى عدم وجود توافق بين الأطراف السياسية وهنا يجعلنا الأمر نقول بأن الصراع صراع نخبوي في ليبيا وليس صراع شعبي النخبة السياسية في ليبيا هي من اختلفت على إجراء الانتخابات وفعلا نجحت هذه النخبة في حرمان الشعب الليبي من الإدلابي صوته اليوم لاختيار من يمثله لأول مرة في انتخابات رئاسية تشهدها البلاد لذلك هناك الدعوة لإجراء اليوم نحن نتكلم عن حراك جمعة الخلاص أو جمعة خلاص ونحن أحد منظمي هذا الحراك نسعى فعليا إلى إيصال صوتنا وأن نقول الشارع موجود وأن التيار المدني عادة وبقوة نرفض أن يحرم الشارع الليبي من حقه بالإدلابي صوته نرفض كل الأجسام السياسية اليوم لا شرعية لأي مجلس أو حكومة أو أي شيء 24 ديسمبر اليوم تسقط كل الشارعية عن هذه المجالس لنقول للجميع بأننا الشعب هو صاحب السلطة وصاحب السيادة وهو من يريد أن تكون إرادتها موجودة على الأرض الضغط سيقتمر من اليوم إلى الجمعة القادمة إلى جلسة الاثنين قبل الجمعة نعم سيكون هناك ضغط هناك إجراءات تصعيدية فيما لو رفض مجلس النواب أن يعتمد تاريخ 24 يناير أن يكون بديلا لـ 24 ديسمبر وتكون لنا إجراءات تصعيدية تصل إلى حد العسيان المدني العام في كافة ربوع الوطن نعم ما رأيك أستاذ حسين يعني وصلنا إلى هذه النتيجة بسبب إخفاق كل الأشكال السياسية من مجلسي النواب والدولة وأيضا حكومة أدبيبة أو حكومة الوحدة الوطنية يعني كويتيريش يتحدث عن تهيئة الظروف المناسبة وخيبة أمل كبيرة من مليونين ونصف المليون ناخب ليبي سجلوا أسماءهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة وحييك وحيي ضيفك الكريم السيد أحمد المهدوي شوف راهو بعد نكون شخص الأسباب الحقيقية لهذا الفشل نجد أن عدد كبير من الأطراف تتحمل المسؤولية الكاملة من ضمنها الأمم المتحدة والبعثة الأممية تتحمل هذه المسؤولية للإخفاق الكبير اللي اليوم وصلنا إلى راهو بعد نقولوا أن بنشخص الأسباب الحقيقية لهذا الفشل نحن أعتقد بأن تنظيم الأخوة المسلمين دائما ما يرمي الكرة على القوانين ويسمي فيها قوانين غير توافقية وكأن هذا هو السبب الوحيد الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة وهو تشخيص خاطئ وغير دقيق شوفوا بعد نتحدث عن توافق مجلسي النواب الدولة وكأننا نتحدث هكذا اليوم طرحت هذه الفكرة ولم نخوض تجارب طويلة وبائسة وفاشلة تقريبا منذ عام 2017 ونحن نحصد الفشل البعثة الأممية توصلت إلى تشخيص مفاده بأن التوافق بين مجلسي النواب والدولة يكاد يكون مستحيلا لذلك تم تنظيم عدد كبير من الحوارات وملتقيات أبدأها من برلين واحد واثنين وقبلها باريس وغيرها من الاجتماعات التي تحاول الوصول إلى توافقات ثم حاولنا نذهب إلى مؤتمر إغدانس وكان هناك قبل مؤتمر أبوظبي وفشل ذهبنا إلى توافقات جينيف كل هذا دليل بأن مجلسي النواب والدولة لا يستطيعان مصول إلى توافق حقيقي حاولت لجنة الـ 75 إيجاد قاعدة دستورية سن القوانين فشلت امبرأ مجلس النواب وأعتقد بأن مجلس النواب نجح بشكل كبير في إصدار قاعدة دستورية متوازنة قد ترضي جميع الأطراف وبدليل بأن هذه القاعدة كانت جيدة نوعا ما تمكن 98 شخصية من الترشح إلى هذه الانتخابات أعتقد بأن حكومة الدبيبة تتحمل جزء كبير من الفشل لأن التوافق الذي أنتج السلطة الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة كان ينبغي عليهم إنجاز كثير من المهام ومن بينها توحيد المؤسسات وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تهيت الظروف لكي تجرى هذه الانتخابات ولكن التبيبة للأسف بات جزءا من الصراع زاد عقد المشهد وفي نهاية المطاف ساهم في خلق القاعدة الدستورية أو في قانون الانتخابات المتمثل في القانون رقم 12 الميليشيات كان لها صولاتها وجولاتها لأنها تتحكم في المشهد هددت بشكل صريح رئيس المفوضية الوطنية العلية لانتخابات عماد السايح أعتقد بأن الخرقات تتحملها كل الأطراف لا يتحملها مجلس النواب منفردا أو ما يسمونها قانون رقم واحد اللي يصدر مجلس النواب أعتقد كان قانونا متوازنا ولكن عدد كثير من الأطراف كان لها رأي آخر نعم وصلت هذه الفكرة أستاذ حسين أستاذ أحمد إذا كان معلوم بأن التوافق بين مجلسي أنواب والدولة ربما يكاد يكون مستحيلا لماذا لم تبذل الأمم المتحدة الجهود اللازمة وتهيئ الظروف المطلوبة لإجراء الانتخابات في وقتها نعم سيد أحمد شوف البعتة الأممية كيف مقالك أستاذ حسين نعم تتحمل جزء كبير جدا وهنا نتكلم حتى عن السيدة ستيفاني هي عرابة الاتفاق السياسي قامت بجولات في عموم ليبيا في شرقها وغربها للتباحث حول بديل أو خارطة الطريق بديلة هي لم تنهي خارطة الطريق الأول الأولى حتى تبحث عن خارطة الطريق بديلة فأعتقد بأن ضعف البعتة الأممية هو ما أدى إلى عدم التوافق أو عدم قدرة البعتة في إدارة الأزمة البعتة تدير الأزمة ولا تحلها سيد أحمد لنكن متفقين على ذلك لم تقم يوما البعتة بحل أو بإيجاد حل أو تأصيل للمشكل في ليبيا عندما نتكلم عن إجراء انتخابات كان منذ البداية أن كلنا نعلم بأن الانتخابات مصيرها الفشل لعدة أسباب أولها أن السلاح المنتشر والميليشيات يعني المشكل مشكل أمن إحساسي هناك مواطن أو أي مواطن متأرجح بالأمن فكيف ستفمل النتائج بعد خروجها هل ستقبل بها هذه الميليشيات البعتة الأممية والأمم المتحدة والدول الفائلة لم تعطي أولوية لهذه المشكلة جعلت تركيزها فقط منصب على القوات الأجنبية والمرتزقة أما الميليشيات فتركت أمرها إلى أجل آخر فهو مشكلة ورأينا ما تقام به صلاح بادي وخروجها على رأس كتائب مسلعة واحتل فيها العاصمة واحتل مراكز في العاصمة الأخير دليل على أن الأمن مازال متأرجح يعني لو دهبنا إلى عملية انتخابية اليوم مثلا 24 ديسمبر وصوتنا لرئيس أو صاد وفاز هذا الرئيس ولم تقبل به هذه الميليشيات تتمشي إرادة هذه الميليشيات لأنها هي من تملك القوة في غرب البلاد فأعتقد بأن فشل كان فشل إدارة الفشل أولا في الملف الأمني يعني عندما حتى خارطة الطريق الأولى التي طرحها غسان سلامة كانت تتكون من شق أمني وشق اقتصادي وشق سياسي تباحة في الشقين واقف الترتيبات الأمنية لم يحصل فيها شيء يعني عندما نتركها ونواجلها تكون هناك تراكمات فأعتقد بأن سبب عدم الإجراء أو فشل في إجراءها هو فشل إدارة الأزمة التي تقوم بها البعثة الأممية لكن لو ترك الأمر لليبيين رأينا نحن اللقاء الذي حدث بين مرشحين رئاسة في بنغازي هو الأول من النوع لم نتوقع أن يلتقي هؤلاء هؤلاء بالأمس كانوا خصوم واليوم جلسوا على مستحة الوطن والنجاحات التي حققتها أيضا اللجنة العسكرية خمسة زاد خمسة في سرطة نعم أستاذ حسين هناك الحديث الآن عن مقترح ربما من المفوضية العليا للانتخابات بأن يكون التأجيل لمدة شهر واحد أي في الرابع والعشرين من شهر يناير كانون الثاني المقبل هو الموعد الجديد للانتخابات هل تبدو الفرص قوية لإجراء هذه الانتخابات في هذا الموعد الجديد؟ نعم شوف أعتقد بأن الفرص في الموعد إقامة الانتخابات في الموعد الذي حد اخترحته المفوضية في تصوري بأنه من الصعب جدا الارتزام به لماذا؟ لأننا للأسف لم نشخص المسألة أو سبب الأخفاء بشكل كبير أو لم نضع حقيقة يدنا على الجرح حتى نقدر أن نوفه بالتزام 24 يناير شوف إذا لم تكن هناك إرادة دولية حقيقية تسند هذه الإرادة المحلية الحقيقية الموجودة أعتقد بأنه سنسير في طريق صعبة لأن المشكلة الأمنية يجب أن يكون هناك صوتا موحدا ضده ألا يكفي استقالة يانكوبيتش أستاذ حسين وعودة ستيفاني ويليامز التي كان لها نجاحات بارزة وأجلست الأفريقاء الليبيين ووصلت معهم إلى نتائج مرضية نعم ممكن تحدث بعض الأثر الإيجابي ولكن يجب أن يكون صوت المجتمع الدولي موحدا ضد مواجهة الميليشيات المسلحة بصفة عامة وضد المعرقلين لأن نحن شفنا داروا تجارب وحاولوا يعرفلوا وأصبحوا يظهروا بمظاهر مسلحة ويعرضوا إقامة الانتخابات وللأسف المجتمع الدولي وقف ساكنا ولم يتحرك حتى تمادت هذه المجموعات سواء السياسية أو الأمنية رقم اثنين يجب أن يكون لدينا تواهر بأن لا يكون هناك إقصار قد تكون القوانين فيها بعض العيوب التي قد تصحح ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية بأن من يمنح الشرعية هو الشعب فقط لا غير هناك شخصيات قد يكون عليها اختلاف قد تكون في نظرهم هي مطلوبة حتى للقضاء أو للجهات العدلية في ليبيا هذا موضوع قد يتم طرحها ومناقشته حتى بشفافية في جلسة مجلس النواب القادمة ولكن بشكل عام أن تقول للطرف هذا لا أنا ما نبش حلان وهذاك يقول لي ما نبش علان أعتقد بأن يجب أن نحتكم إلى القوانين التي سنها مجلس النواب أعتقد بأن دبيبة خرق هذا القانون ويجب عليه أن يبعد لأنه خرق قانونا بشكل واضح أعتقد بأن شخصية سيف الإسلام مع انظر القذافي هذه الشخصية عليها كثير من الجدل وجزء منها هو جدل منطقي يجب أن تكون الأمور واضحة وتوضع في نصابها بالنسبة للشخصية الأخرى يجب أن تتنافس ويكون الصوت للشعب إذا لم تكن هناك إرادة دولية تسنود الإرادة المحلية في كمح جباح المعرقلين والميليشيات وفي إجراء بعض التصحيح للعيوب الفنية والإجرائية ونترك الشعب يقول كلمته أعتقد بأن سندور في دائرة الإخفاقات ولن نخرج منها بسهولة إذن جلسة مجلس النواب القادمة هي جلسة مهمة وتاريخية وفاصلة يجب أن تصحح العيوب الفنية والإجرائية ويجب أن ترسل رسالة سياسية بأنه لا إقصى ويجب أن يكون الصوت للشعب لأن حتى مجلس النواب إذا لم يقوم بهذا الموقف الحاسم أعتقد حتى أن وجوده مهدد بالخطر نعم أستاذ أحمد هل أظروف مواتية لإجراء الانتخابات بعد شهر من الآن هل يمكن الحديث عن نوع من التوافق على هذا الموعد الجديد أم ربما ما منع إجراء الانتخابات اليوم سيمنع إجراءها بعد شهر أستاذ أحمد نحن منذ البداية يعني الظروف لم تكن مواتية في ليبيا ولكن الانتخابات هي من ستخلق هذه الظروف المواتية يعني المؤسسات المنقسمة ووضع الأمني المتأرجح توحيد المؤسسات الشرطية والعسكرية كلها لن تأتي إلا بانتخابات جديدة وبرلمان ورئيس دائم للبلاد فأعتقد بأننا نحن مصررين على إجراء هذه الانتخابات حتى ولو كانت الظروف غير مواتية لأن ما يريده الأخوان أو ما يريده المعرقلون هو أن يشعرون بأن الظروف غير مواتية يعني في الانتخابات لـ 2014 أعتقد بأن الظروف كانت مقاربة للآن ربما تكون الوقت الحاضر أكثر من قبل ولكن نتكلم على سبيل المثال بنغازي كانت تحت سيطرة داعش يعني التنظيمات الإرهابية وحدثت فيها انتخابات وانهزم فيها تيار الإسلام السياسي لم يتحصل فيها على نصيبه الذي يستطيع أن يواجه به التيار على المدن ومع ذلك ذهبنا إلى انتخابات قوبلت برفض من الطرف الآخر في العاصمة أرابلس بعملية عسكرية يطلق عليها فجر ليبيا لذلك هي منذ البداية الظروف غير مواتية ولكن الوضع يحتم علينا أن نذهب إلى انتخابات يعني لا بديل أمامنا إلا الذهاب إلى انتخابات حتى نخلق هذه الظروف المواتية لاستقرار ليبيا ونقلها من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار لذلك نحن لا نعوّل كثيرا على الظروف لأن لدينا مشكل واحد سيد أحمد وأعتقد أن السيد حسين قد يوفقنا عليه هو وجود الميليشيوي في غرب البلاد لأن فعلا هذا الوجود مقلق وأصبحنا نذقنا وقيس الخطر من تحركاته هنا وهناك هذه الميليشيات قد تؤثر في نتائج الانتخابات في غرب البلاد يعني على المجتمع الدولي إذا كان لديه أو القوة الدول الفاعلة وأننا نتكلم عن الولايات المتحدة وجناحة نتكلم عن الأفريقون من أحد أجنح الولايات المتحدة إذا كان فعلا جدين في مراقبة ومساعدة الليبي في إجراء الانتخابات عليهم أن يراقبوا تحركات هذه الميليشيات وأن يضمنوا للمواطن في غرب ليبيا الحرية لاختيار من يريد أن يمثلهم وأن يحدوا من تحركاتهم وتهديداتهم للشعب الليبي على ذلك نحن لا نقبل بتأجيل ونريد الانتخابات اليوم قبل الغد وسنعمل على الضغط على مجلس النواب في جلسة القادمة يوم الاثنين لاتخاذ قرارات تاريخية عليه أن يعرض التقرير الذي قدمتها اللجنة البرلمانية المكلفة من قبلهم للنظر في العوائق التي تواجهها المفوضية عليه أن يعرضها نعلم أو يعلم الشعب الليبي ما هي المعوقات نريد أن نعلم ما هي القوة القاهرة التي قال عنها السيد عماد السايح ويريد من مجلس النواب أن ينفعها كل هذه الأمور ننتظرها في جلسة يوم الاثنين وسيكون ضغط الشارع موجه لمجلس النواب إلى يوم الاثنين يعني لاتخاذ قرارات تساعد على إجراء الانتخابات في 24 يناس نعم أستاذ حسين على الرغم من تأكيد المفوضية العليا للانتخابات بأنها جاهزة جهوزية تامة لإجراء الانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية إلا أن فوضى السلاح فوضى الميليشيات في العاصمة رابلس وما جرى خلال الأسابيع المنصرمة وما تحدث عنه كما ذكر الأستاذ أحمد عماد السايح بأن هناك قوة قاهرة كيف يمكن التغلب على كل ذلك لتكون الانتخابات الجديدة على موعد منطقي وحقيقي وقابل للتنفيذ نعم شوف الشفافية غايبة للأسف لم يكن بيان المفوضية شفاف وواضح في بعض الغموض لأنك بعد تحكي عليه مثلا لتقول أن قوانين كان فيها بعض العيوب والقصور وأن درجات التقاضي لم تمنح الحقل المفوضية بأنها تقوم بواجباتها كاملة حتى في إجراءاتها القضائية مثلا القانونية أعتقد بأن عندما أحال مجلس النواب القانون أعتقد صار كثير من النقاش كان يجب على المفوضية أن تظهر وتقول راه في بعض القصور أو بعض العيوب لا تمكن من تنفيذ إجراء الانتخابات إلا بعد معالجتها هذا رقم واحد رقم اثنين بعد تحكي لي عن معطيات سياسية وخلقت نوع من حالة حالة قد يكون هناك رفض أو معارضة بعض الشخصيات هذا كيف ممكن يعني بعد تكون في مواضيع قانونية ممكن تعالج تقول لي والله القانون هذا فيه شوية خصور وشوية عيوب بممكن أنا نرمم نوعا ما لكن بعد تقول لي المعطيات السياسية كيف ممكن نعالجها يعني خاصة أنا مثلا أنا نجي حتى أرضي بعض الميليشيات المارقة وظاهي نجي نقول وظاهي بعض الشخصيات يجب أن تبعد لأن قد لا يكون مرضي عنها سياسيا أعتقد هذا كلام غير منطقي وحتى مجلس النواب أنا أشفق على مجلس النواب كيف سيتعامل مع هذا الموضوع نحن أعتقد لدينا قانون إذا كان فيه بعض الخلل قد يرمم قد تعالج هذه الأخطاء أما تكون عندي ميليشيات أو تنظيمات ترفض شخصيات معينة ولكن من يحسب الجدل في الخلاف حول الأرضية القانونية أستاذ حسين وهذا الخلاف بين مجلسي النواب والدولة شوف الخلاف بين مجلسي النواب والدولة أعتقد بأن حل صعب جدا وحتى بعد يحكوا ويقولوا نحن رأوا لا شفتوا التنظيم الأخوان شين يقول يقول شفتوا لك من تم درتوا قانون غير توافقي هذا اللي صار وكأن هذا هو سبب المشكلة لأنه قانون غير توافقي بايش اللي مش متوافقين عليه هتجد أن لليهم يحكوا عليه تنظيم الأخوان أو ما يسمونه هو مجلس الدولة هما بعض المواد اللي يريدوا من خلالها يقصى بعض الشخصيات وهذا أمر مرفوض نحن نقضي أن تقصي بعض الشخصيات لأنها لا تكون مثلا على هواك أو أن تشوف أنك قد تكون في موقف محرج أو أنه ممكن يتم اقصائك من المشهد بشكل كامل إذا ما فازت هذه الشخصيات أعتقد بأن مجلس الدولة أو تنظيم الأخوان بشكل كامل يعرف بأن رصيدة الشعبي فلذلك هو يحاول أن يعقل وليس يبدي تفاهمات أو توافقات إذا ما حاولت استيفاني وليامس تصحيح بعض العيوب أو بعض الأصور عن طريق لجنة الـ 75 وأن تبدي توافق بينها أو أن تحاول أن لجنة الحوار تساعد حتى مجلس النواب راهوا نحن لن نقبل بلجنة الحوار الـ 75 إلا بعد إعادة ترميمها لأن هذه اللجنة أولا جزء كبير من أعضاها تم تكليفهم بمناصب وأصبح وجودهم غير شرعي ثانيا أن لجنة الـ 75 في الأساس لم تكن لجنة متوازنة وكانت لجنة الطرف الغالب فيها هو طرف تنظيم الإخوان إذا ما أرادوا لهذه اللجنة أن يكون لها دورا مساندا لمجلس النواب فيجب إعادة ترميمها وتشكيلها من جديد نعم وصلت هذه الفكرة أستاذ حسين في هذه الفكرة لن تفضي إلى توفقات حقيقية نعم أستاذ أحمد ماذا كسبت الجهات التي دفعت باتجاه التأجيل وإذا كان التأجيل لمدة شهر واحد ما الذي يمكن ترميمه خلال هذا الشهر نعم شوف هو لم ينجح أحد في الوضع الحالي التأجيل سيضر بالجميع المستفيد الوحيد من عملية التأجيل هو مجلسين النواب والدولة يعني هو البقاء أطول فترة ممكنة لكن المطلوب الآن من مجلس النواب أن يتبت تاريخ 24 يناير في جلسة يوم الاثنين أن يتمنى أن تكون جلسة كاملة النساب ويعقد هذه الجلسة ويقر تاريخ 24 يناير تاريخاً بديلاً لـ 24 ديسمبر وهنا أيضاً نحن نطالب بتشكيل حكومة بديلة لحكومة البيبة لأن حكومة البيبة أصبحت غير مرغوب فيها لأنها هي حكومة تسيير أعمال يعني وفق قرار سابق صحبت منها التقاء الآن هي حكومة تسيير أعمال وانتهت مدة هذه الحكومة نريد تكليف شخصية أخرى لإدارة المرحلة لفترة 3 أشهر أو شهرين حتى يتم استكمال مجلس النواب يعني إذا كان تكلمنا إذا كان ذهبنا إلى انتخابات في 24 يناير ستكون انتخابات برلمانية بعدها بـ 52 يوم نحن نتكلم عن شهر مارس القادم يعني تكليف حكومة منها الآن إلى شهر مارس لتسيير الأعمال لأن هناك انتخابات برلمانية يعني مقبلة تكلف هي شخصية بديلة تكون هناك حكومة دائمة هذا من الناحية أعتقد بأن الأخوان سيستثمرون هذا التأجيل وليس بإزاحة هو تأجيل سيستثمرون ويحاولون إطالة أو خلق أزمات حتى لا يكون هناك انتخابات في 24 يناير وكما قالك سيد حسين سيقولون للم تتوافقوا معنا في قانون أو في المسود أو في القاعدة الدستورية ستكون النتيجة التأجيل والتأجيل هم يريدون إرغام مجلس النواب للجلوس معهم سيحاولون الكثير لا تستبعد أن التحركات الميليشيوية وراءها هم الأخوان المسلمين لخلق نوع من حالة عدم الالتزان أو عدم الاستقرار الأمني حتى لا يكون هناك انتخابات نعم أشكرك جزيلا شكرا سيد أحمد المهدوي البحث السياسي كنت معنا من بنغازي شكرا جزيلا لك شكر موصول لسيد حسين المسلاتي الكاتب الصحفي كنت معنا من بنغازي أيضا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك